نهاء الحلم وصلنا لفاينال كطر الفين اتنين وعشرين احلام كتير في هذا الفاينال ما بين حلم ميسي واعادة ذكريات ستة وتمانين مع ماردونا والفوز بلقب اول كاس عالم في تاريخه وما بين احلام فرنسا في السنائية وان هي تخش ما بين فريقين بس حققوا لقب سنتين وورا بعض واحلام كمان مبابين هو ياخد اتنين كاس عالم وهو لسه في سن الثلاثة وعشرين مباراة فيها لعبك كتير مباراة فيها كلام كتير مباراة فيها احلام فيها طموحات وفيها كمان كوة زهنية وبدنية هنتكلم في حالة النهاردة عن فاينال كاس العالم وكل ما تريد تعرفه عن الفاينال هتعرفه في الحلقة دي من اخبار لتشكيل لطريقة لكل حاجة فقبل نخش في اي حاجة انزل اعمل لايك لو مرة تشوفني اعمل شرف القناة فعل الجرس عشان حلقات اوت المنديال تجي لك اول ما تنزل على طول يلا بينا نخش في الحلقة خطيني رقم واحد في الهجاصية اهلا بك يا واجهة في حالة جديدة من اوت المنديال وحالة النهاردة نتكلم ما قبل فاينال كاس العالم خلاص بعد شهر طويل شهر عشنا في اجمل ذكريات كرة القدم اجمل ذكريات كاس العالم اصارة ومتعة وجنون ومفاجآت محدش كان يتوقحها نهاية قبل البطولة حدست في قطر الفين اتنين وعشرين نتكلم في حالة النهاردة عن الفاينال نتكلم عن فرنسا نتكلم عن الارجنتين ونتكلم عن طريقة الامثل للفريقين والغيابات وكل الاخبار عن هذه المباراة تعالى نبدأ من الاول من غيابات الفريقين تعالى نتكلم من نهاية فرنسا فرنسا عندها غيابات بسبب فيروس بصراحة اول مرة اسمع عنه اسم فيروس الابل فيروس الابل اتصاب منه ثلاث لعيبة من فرنسا اوباميكانو ورابيو وكومان وممكن الايام اللي جاية سواء النهاردة او بكرة نسمع اخبار جديدة عن لعيبة جديدة بتتصاب بهذا الفيروس سواء بلعيبة مؤسرة او غير مؤسرة فرب نهيش في الجميع عما ناحية التانية ناحية الارجنتين لحد الآن دي ما فيش اخبار عن غيابات اللعيبة كلها جاهزة وحتى اللعيبة اللي كانت مصابة ومش جاهزة بتاريت تتعافى وبتاريت ترجع تاني امثال دبالا وامثال دمرية ميسي بس اللي اسمينا اخبار ان هو غاب عن التمرين بتاع امبارح عن تمرين الارجنتين بسبب اصابة في اوطار الرجبة ودي حاجة غريبة بالنسبة لاني ميسي ما شفناهوش بيعاني من اصابة في الرجبة طول مباراة اللي فاتت طول مباراة اللي فاتت كنا بتشوفه بيعاني من اصابة في العضلة الخلفية ولكن فكرة ان هو اتصاب في اربطة الرجبة قبل الفاينال بايام قليلة دي حاجة كانت غريبة بالنسبة لي ومسمعناش من اول بطولة او حتى من بعد دور المجمعات تعالى كلمك عن طريقة الامثال للفرقين وطريقة الامثال للفرقين دي هنتكلم فيها شويتين شويتين تعالى كلمك عن حامل اللقب هو فرنسا حامل اللقب كسر عالم اللي فات وداخل لتاني موسم على التوالي او تاني بطولة على التوالي يبقى في فاينال كسر عالم وكسر كل القيود ناس كتيرة كلا بتتكلم قبل بطولة عودز البطل والبطل بيخرج من دور المجمعات وفرنسا تخرج من دور المجمعات وما دميتش يورو مميزة ولا مصطفى كويس تحت كيارة دي 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 تشامب وعندهم غيابات بالجملة فبنسبة كبيرة هيخرج من دور المجمعات او بالميت دور 16 او 8 مش هيوصلوا سيمة فاينال لكن فرنسا بتكسر كل القيود دي وبتكسر كل التوقعات ان هي بتسعد من دور المجمعات دور 16 دور 8 وبتوصل فاينال وهي مرتاحة وبقل مجهود من وجهة نظرية على كلمك على طريقة الامثل او الطريقة اللي كده كده هلعب بها دي 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 تشامب في الفاينال هي طريقة الاربعة اتنين تلاتة واحد بتتحول نوع عامل الاربعة اربعة اتنين النجريزما بيبقى تحت جيرو ولكن هي التشكيلة اللي تبقى معروفة هي اربعة اتنين تلاتة واحد الاتنين يبقوا في نص الملعب كانوا في اول بطولة تشاوميني ورابيو وبما ان رابيو اتصاب فبيبقوا دلوقتي تشاوميني وجنبه يوسف وفانا الاتنين قدوا مباراة كبيرة جدا في مباراة السيمة فاينال دي دي المغرب وقدوا مباراة ممتازة او حتى مباراة دور التامنة دي انجلترا تشاوميني قد مباراة مميزة جدا 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 الخط الخلفي هو اللي انا عمي بابا في مشكلة في بعض اللي التغييرات كده كده سابت اللي كان بتغير جنبه سواء فران او اوباميكانو وبنسبة كبيرة يلعب بفران ليه? لان اوباميكانو اصلا مصاب نحت رمين كوندي ونحت الشمال العب بيه والسلاثة الامامي هو جيرو وديمبيلي الا اذا حد فيهم غاب عن الفاينال سواء اصابة او بسبب فيروس قبل اللي انا عارفينه او نقطة قوت منتخب الفرنسي وده شفناها قدام انجلترا وده منتخب المغربي ان هما بيديكوا الكورة امسكوا الكورة العب بيها ان شاء الله تخدها وانت مروح بس انا هاخد الكورة في مرتين هدربك بجونين وخلص الماتش ده شفناها ضد انجلترا وحصل في جونين جن الاول جه وهتكير انجلترا تعدل بعد كيره جابه التاني بنفس الطريقة اللي هما بياجلوا بيروحوا بمرتدات قوية جدا ومرتدات منظمة جدا 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 وعندهم السرعات اللي تساعدهم على كده سواء دمبيلي او او جريزمال هما بيعرفوا بيالعبها على الطريقة دي والطريقة التانية قوى التانية اللي عندهم وهي الدربات السبتة سواء الفاولات او الكورنرات دي او دي قوية جدا لعنة منتخب الفرنسي لان اطوال المنتخب الفرنسي في صالح اطوال في صالح منتخب فرنسا عندهم برديما كونتي عندهم فران عندهم عندهم لعبين طوال بيقدروا يستغيلوا الكرات العرضية والكرات السبتة يعني امسل اه افضل الاستغلال بصراحة من وجهة نظرك. فالمنتخب الفرنسي عندك قوتين ودي الكوة اللي عند فرنسا اللي انت ما تاخد يعني بيسيب لك الكورة. لكن لو فرنسا معها الكورة ده شفناه تقريبا في مباراة واحدة بس هوية مباراة بولندا. وبالنسبة لمستوى بولندا فالمنتخب الفرنسي ايه دي لاتفوق عليه? بالتالاتة. فبالتالي ممكن تلاقي فرنسا قوية وكورة معها? اه ولكن لو انت لعب بطريقة كلحة وطريقة اللي تتقفل الملعب صح وتقفل مفاتح اللعب على المنتخب الفرنسي كان نفسي اقول لهم منتخب المغربي والله. على المنتخب الفرنسي فبالتالي هتعرف تستغل قوته او تستغل نقط ضعفه كويس جدا. ايه بقى نقط ضعف فرنسا? نقط ضعف فرنسا بتمثلها بحاجتين. حاجة الاولى وهي الافراد. منتخب فرنسا على مستوى المجموعة فهو منتخب مميز جدا جدا جدا. ولكن على المستوى ايه الافراد? كل فرد الواحد وبتلاقى اخطاق. سوى من جريزمان. سوى من جيرو. سوى من شاوميني. سوى من يوسف وفانا. وده شفناه في مبارات انجلترا في ضربتين جزاء سازجين جدا. سوى من شاوميني او كمان سيو هرناندز لان اه لان اه دربة جزاء سيو هرناندز اسوأ من ضربة جزاء شاوميني بكتير. ضربة جزاء سيو كانت سازجة جدا ان هو كان حتى اصلا الكورة في الهواء. والكورة مش تنزل لمسو مون. فدخل في ضهره دخلة غبية جدا. وتسبب في ضربة جزائف. انا بقول لك ان المنتخب الارجنتيني ممكن يستغل الحيط تريبي لها الافراد. اخطاق فردية. سوى بقى من براما كونتي فوران سيو اه كوندي شاوميني يوسف فانا. اي حد من المنتخب الفرنسي وارد نوع يغوط. فبالتالي ممكن يركز الارجنتين على كده. الحاجة التاني ممكن الارجنتيني ركز عليها نوع يدي الكورة لفرنسا ويرجع يلعب لو بلوك مش ميديم بلوك حتى يلعب لو بلوك ويقفل الديانة تماما ويحاول يدرب بالمرتدات. وبالنسبة للمرتدات انت بتوى محتاج حاجتين عشان تدرب المنتخب الفرنسي بمرتدات ولكن هنجيلها عند راحة الارجنتيني. ولكن المنتخب الفرنسي نقط ضعفه مش كتيرة. نقط ضعفه مش كتيرة. ولكن نقط قوته كتيرة عنده العناصر الفردية كويسة جدا هي نقط ضعفه نقط قوة سواء اللي فردية في السلبيات اللي بغناطه كتير او في القوة نوا كويسين جدا على مستوى الفرديات. في منتخب فرنسي منتخب صعب جدا جدا جدا. بس هنتكلم عن المنتخب الارجنتيني. المنتخب الارجنتيني منتخب الارجنتيني بكيادة ليونيل مسي. ابقى يقول لك خطط وابك عايزيازه لايوب بغناطه كل ده. في كورة ولا بذكر tv كل دون وبيضرب بيه عرض الحوط. ده عملوا ضد كرواتيا وعملوا ضد اه المباراة ده ضد هولندا. عملوا ضد كل الفرق. هو ميسي المين. هو دون اللي هيعرف يغصنع لك الفارق. هو ده اللي بتبقى قاعد متوتر قاعدة الان ميسي بيقول لك هتكورة كده جول. هتكورة كده اخد اسستر هجيب جول. ده ميسي. فبنسبة لطريقة لعب المنتخب الارجنطيني الامسل ضد فرنسا هي الاربعة اربعة اتنين. الاربعة وتلعب بانزو فرناندوس تلعب كمان بباردس الرباع في نص الملعب لان ديبول لازم يساعد اه مولينا مع اه طريقة اللي يقفلوا على كيلين مبابيه وكمان روميرو يميل عليهم اللي يقفل على مبابيه لان ما بيه واحد او اتنين مش كفاية لازم تعمل عليه كماشا اللي انت توقف خطورته باكتر شكل ممكن. ونحة تانية هتخلي مكاليستر يلعب مع اكونيا مش تاليا فيكو. تاليا فيكو مش مميز دفاعيا ولكن اكونيا افضل منه بكتير جدا دفاعيا فبالتالي تلعب باكونيا معا مكاليستر عشان تلعب بالشكل الدفاعي مميز اكتر او ان تقفل ناحية الاطراف عند فرنسا لان الاطراف هي اخطر حاجة عند فرنسا لان فرنسا مش بتختارك من العمك لا بتختارك من الاطراف ولو انها اختاركت من اطراف بتلعب عرضيات فبالتالي زي ما قلت للمنتخب المغربي في مبارات قبل المبارات بقولها دلوقتي انت تقفل الباب من بابه تقفل الدنيا تماما ما تخليش منتخب الفرنسي يرفع عرضيات دي حاجة الحاجة التانية ما تخليش يبقى موقف واحد على اطراف عشان كده كده هتفوق سواء او فتتلعب اربعة اربعة اتنين فلات هتقفل الدنيا تماما عطراف هتحاول تقفل العمك بي انزو فرناندز وباريدس وبالتالي تعرف تعمل مرتدات منظمة ومرتدات سريعة زي اللي عملتها دل منتخب الكرواتي منتخب الكرواتية مش مميز والكورة فانت سبتلك كورة معاها ما انش ي мнبقى احاول اللي منتخب الفرنسي كذلك منوجهة نظري انت اديت كورة الفرنسا خلي الكورة مع فرنسا اكتر وقت ممكن واضربه انت بالمرتدات مش العكس اللي منتخب الفرنسي قوي جدا 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 من المرتدات المبرات المغرب خير ومسال مبرات المغرب كانت مسك كورة كان ات مسك المنتخب المغريبي آآ منتخب الفرنسي على قد كورة استحواز وفرص وكل شيء. ولكن المنتخب فرنسا بكورتين. هو مش عاوز اكتر من كورتين. هو عنده اللي عايبة في التلت الامامي يقدر يصنع الفارق. سواء ديمبيلي او مبابي او جيرو. فبالتالي هو مش عايز اكتر من كورتين. فانت ما تدريش الفرصة ان هو يدرلك بالكورتين دولي. بصراحة. لان المنتخب الفرنسي قوي. ومنتخب الارجنتيني انا شايف لولا ليونيل ميسي ما كانش وصله للدور ده. ولولا ليونيل ميسي ولولا كدرات ميسي ولولا اللي ميسي عاوز اكسب اللقب السنة دي. ما كانش وصله للدور ده. ومنتخب الارجنتيني خد الم على وشه من منتخب فرنسا من منتخب السعودية. فاول مبروه في البطولة وبعد كده اكتسح الكل. كسب المكسيكو وكسب ولندا وكسب استراليا وكسب ولندا وكسب كله. حتى وكسب كرواتي. حتى كان نادل على كرواتيا خرجت البرازيل البعبع بتقول لك كان مرشح الاول للقب خرجتوا بدربات الجزاء. وان المنتخب الارجنتيني يجي تدي له بالتلاتة. هتقول اه ده فريق مرعب. لكن بالاصل او بالبل. لو انت فارجت على المباراة هتلاقي ميسي هو العامل كده. فبالتالي مباراة هتكون صعبة جدا على الارجنتين. منتخب فرنسا منتخب شرس. منتخب صعب. منتخب ريخم. ناس كتير بتقول لك دي ليد شام مش مكنع منتخب جبان. انا شايف منتخب الفرنسي. طول والقورة مش معاه هو جبان. ادينه الكورة عشان تعرف تلاقي منتخب فرنسا. مباراة صعبة جدا على المنتخب الفرنسي ومباراة صعبة على المنتخب الارجنتيني. الطول صعبة على فرنسا ليه? وقول لك لان منتخب الفرنسي اكيد ما عندش خطة لان هو يوقف ميسي. ميسي ما حدش بيقفه. ولا تقول بقى تشاوميني ولا فوفانا ولا جريزمن ولا كوندي ولا برموكوناتي ولا ولا يحد. ميسي ممكن ياخد كورا يرقص الفريق كله يراجب جون عادي جدا. فميسي هو القوة الضربة عند منتخب الارجنتين هو النووي بتاع الارجنتين. ولكن ناحية تانية فرنسا عندنا نوو كتير. نوو كتير 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 كتير. وانا بصراحة واحد من الناس اللي بشجع الارجنتين في البطولة. الان من مبارد فرنسا. فرنسا فريق رخم. فريق يعرف اضربك ازاي. فريق فعلا او دي دير جوم بيعرف من اين تفكر الكتف. بيعرف ياخد اللي عايزه من المباراة بقى قل مجهود ممكن. خد كيسر عالم في تومنتاشر بقى قل مجهود وبيحاول يعمل كده تاني في مباراة في كاس العالم في اتنين وعشرين. لو انا فرنسا خدته همأهور بصراحة. المنتخب فرنسي منتخب مستفز جدا 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 بالنسبة لي. مع كل احترام للناس اللي بتاعش افرنسا. ولكن بالنسبة لي فرنسا فريق مستفز لابعد الحدود. مبارا هتكون صعبة. ولكن حان وقت التوقعات. وتوقعات للفوز باللقب وبطل كاس العالم الفين اتنين وعشرين. للأسف يا ليونيل مش هتكون انت اللقب او مش هتكون انت صاحب اللقب واللي هياخد كاس العالم الفين اتنين وعشرين فرنسا. وتوقع ان فرنسا يكون بطل كاس العالم لتاني مرة على التوالي. في الهو في الاخر تكرر شخص واحد هو رايي انا في تحليل ما قبل مباراة فرنسا والارجنتين. قل رايك انت وقل لك هاي انت توقعاتك في السيناريو المباراة وتوقعاتك للفوز باللقب. انا بتمنى الارجنتيني ومس ياخدوا اللقب ولكن توقعي ان فرنسا هتكون هي بطلة كاس العالم. فولي توقعك انت في الكومنز. ولو حلقة كبيرة قصة اشتعم الله كل مرة تشوفني. اعمل صرف القناة في هذا الجرس. عشان حلقة الفينال تجيلك اول ما تنزل على طول. وتابعينا على سوشيان ويدي تاعتي فيسبوك وتويتر ونستجرام. هتلفت تحت. ومن مشاريع على الفيسبوك. لي تويتر على تويتر وكامل معكم وصفا. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.